موسيقى ملعب لكرة القدم وكرة سلة وكرة الطاولة وكرة اليد وكذلك هناك مرافق أخرى تابعة لهذا المركب الرياضي بطبع هذا الداخل في السياسة الجامعة لن ننسى أنها الطالب وهذا المركب الرياضي لصالح الطالب طبعا يمكن يستعملوا كذلك الأستاذ والموظف دي الجامعة وإحنا جد فارحين بأننا نوصلنا لهذه النتجة المهمة التي ستعطي الفرصة لطلبة دينا أنهم يوريوا ما عندهم في كل ما هو رياضي وكذلك سيسمح لهم أنهم يقول هذه الطاقة ديالهم التي تكون عندهم كشباب يوريوها في إطار الرياضة وبالطبع كان عندنا كذلك مشاريع أخرى عندها علاقة مع التقافة لصالح الطلبة وغاد يجي فرصة أننا نقدمها في الأيام والأسابيع القديمة إن شاء الله شكرا لكم سمعنا مؤخرا لجامعة دي سيدة محمد عبدالله لأن الحمد لله تبوءت واحد بمكانة مرموقة إذا ما قلنا سيغل في مكانة هذا يعني شنو الجهود التي قتلت لها كيف ستصوص ما لهذه المكانة توصلنا بهذه المكانة أولا بجهود أستاذ الباحثين بجهود طلباتها كثيرة وجهود كذلك المسؤولين على الجامعة سيدة محمد عبدالله هذا يشرفنا كثير أننا نحتل له هذه المرتبة الأولى مغربيا والسنة الثانية على التوالي وهذا يحفزنا بأننا نعطوه أكثر في السنوات المقبلة وكذلك عندنا عدة إجراءات وعمل كنقوم به في هذه الأيام بشأن البحث العلمي في قلب الجامعة أنه يتطور ويتطور بشكل كثير وكبير ونتمنى الخير أن ندخل للجامعات لنا وكذلك الخير كذلك للجامعات المغربية الأخرى أستاذ بنباسو علي مدير المدرسة العلية للتكنولوجيا في هذه اليوم تم تتشين المركب الريادي داخل المدرسة العلية للتكنولوجيا وهذا المركب كان هو مشروع إعادة هيكلة الملاعب المؤسسة التي كانت موجودة منذ تقريبا هذه 30 سنة ومع القدوم سيد الرئيس جامعة سيد محمد عبد الله لنقدمه الشكر دياله على تمويل هذا المشروع والعناية والمواكبة إطار سياسة طالب أولا قمنا بهذا المشروع قمنا بهذا الملعب قمنا بهذا المشروع 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 بتقريبا في هاته تصر عن قدرaaaan قمنا بتقريبا فيها تصعين عن قدمتك تبقيا يعني كما بتلسطر من قدر قمنا بهذا الحر م proximity قمنا بهذا المشروع قمنا بهذا المشروع وكان تتبع عن يوم من طرف المكتب الدراسات والطاقم المدرسة الذي كان يوقف عليه يومًا صباحًا ومساء كي يخرج الوجود والحمد لله تمكنا ولكن ما زال خصوص بعض الأمور ينزيدها إن شاء الله بحل واحدة المرافق صحية كذلك يكونوا بجانب هذه المؤسسة كي يعطي جميع المرافق الضرورية هو توفير المرافق للطالب كي يلقى راحته ويتمرح من بعد الدروس ومن بعد المجهودات التي يقوم بها في إطار الدراسة وهذا سيساهم في التنمية المدرسة من ناحية الرياضية والناحية للعمل على سعيد جهوي والوطني ونتمنى إن شاء الله المزيد ونذكر كذلك أن هناك جوش للقاعة للرياضة داخل القاعة منها رياضة الجيمناس ومهمة وحدة بخصصها للطلبة وإنسان أخرى للطالبات بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين الأستاذ يشام السيحم دولي أستاذ بجامعة سيد محمد عبد الله أستاذ التروية البدنية والمؤطر لمنتخب جامعة سيد محمد عبد الله للعدو الريفي اللي الحمد لله وكل سنة هذا العام دعوا تنتوجنا بالمرتبة الأولى على صعيد الفرق في البطولة الوطنية الجامعية للعدو الريفي التي أجريت بمدينة مراكوش واللي الحمد لله البنية التوانا كانوا في المستوى وحقوا النتيجة التي كانت متوخات منهم وهذا الفضل كرجع دائما للتشجيعات ديالستيد الرئيس اللي معمروا بخلع لنا بشي حاجة في هذا النحية نحية الرياضة اللي هي واحد الفضاء الطلبة اللي كي يحاولوا يفرغوا في الطاقة ديالهم ما الآن فنحن نتواجد بهذا المركب الرياضي اللي هو الجامعي اللي المدرسة العليا للتكنولوجيا اللي هو في الحقيقة مركب اللي كي يشرفنا وكي يشرف الجامعة ديالنا اللي بالتالي غادي تخول الطلبة بشأنهم يمارسوا الأنشيطة ديالهم الرياضية في أحسن الأجواء ويمكن لهم يتفوقوا التهمة في المنافسات المقبلة إن شاء الله وشكرا بسماليكم مسيحي شامو وشكي شكل هذا الفضاء الرياضي على واحد تفعى قوية أم بلوس يعني واحدة إضافة نوعية اللي كي تتحل الطلبة أنه محققوا نتائج بالطبع النتائج من كل شيء تحقق من فراغ إلى ما كانت شعرنا واحد البنية تحتية اللي غادي تخول لنا باش أننا ممكن لذلك الطالب الرياضي باش أنه يمرس بطريقة منتظمة في واحد الأيطار اللي هو مقنان واحد الأيطار اللي ترقى المستوى ديال الجامعة ديالنا اللي هي والحمد لله كاتت هذه السنرة كتحتل المرتبة الأولى للصعيد للجامعات الدول العربية والحمد لله وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم رشيد صالح الكاتب عام المؤسسة ديال الدرسة العليا التكنولوجيا بيفس تبعى لجامعة سيدين محمد بنو عبد الله اليوم نحن بصدد الاحتفال بانتهاء أشغال تهيئة مركب الرياضي بالمؤسسة اللي تكون من خمسة ملاعب وقاعتين رياضيتين هاد التنشين أو هاد الاحتفال كي يجي كتتويج المجموعة من المجهودات وتضافر مجموعة من المجهودات من طرف مجموعة من المتدخلين على رأسهم السيد رئي جامعة السيد بنو عبد الله الذي تعهد منذ توليه الكرسي الرئاسة بدعم جميع الأنشطة والورشات الدائمة للنهوض بوضعية الطالب تحت شعار الطالب أولا والمؤسسة من خيراتها في هذا الشعار هذه المرة الثانية خلال أقل من نصف سنة نقوم بهذا الاحتفال تقريبا سبق وحد ست شهور أو خمس شهور كان هناك تنشين داخلية المؤسسة لكي يقتنوا بها الطالبات والطلبة أيضا مقبلين إن شاء الله على برمجة مجموعة من المشاريع الأخرى التي تهدفوا إلى تطوير البنية التحتية بالمؤسسة فضلا عن تنويع وتجويد العرض البيضاغوجي بالمؤسسة وكذلك دعم البحث العلمي في الجامعة وانخيرات مع الستراتيجية التي ينهجها السيد رئيس جامعة سيد محمد بن عبد الله الدكتور رضوان من رابط وشكرا لكم بسم الله أحمر الرحيم خالد يوسفير كاتب عامة العصبة الجهوية لرياضة الجامعية برئاسة جامعة سيد محمد بن عبد الله اليوم بشرف أن السيد رئيس الجامعة في نفس الوقت رئيس العصبة الجهوية برئاسة جامعة سيد محمد بن عبد الله أننا حضرنا الافتتاح المركب الرياضي الجامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا وفي نفس الوقت كرمنا الطالبات اللي فازوا بطولة المغرب في شهر الماضي في العدو الريفي اللي يتنتمي الجامع المؤسسات اللي يتحترمنا المنتخب الوطني الجامعي لجامعة رئاسة من الله وهنا تنقتام الفرصة باش نشكر سيد الرئيس الدعم المعناوي والمادي لتيق الدمو للطلبة باش يقوموا بالأنشطة ديالهم ويرفعوا العالم انتع رئاسة الجامعة عاليا عن صعيد الوطني ومبني الجامعات المغربية الوطنية الجامعة المملكة وشكرا لكم السلام عليكم الاسم اللي يزين بصدار طالبة في كليات الأدب شعوبات علم النفس اليوم جيت حضرت لها التدهور الرياضية اللي تلقينا بها مع السيد الرئيس الكلية اللي تلقينا عنده ميداليات اللي تكرمنا بهم نتيجة الفوز ديالنا في البطولة الوطنية الجامعية اللي تقامت بمراكش اللي تأهلنا من خلالها البطولة العالم اللي تمت جيل ديالها ألعاب القيوة العدو الريفي وألعاب القيوة وكنشكر لكي ساندنا وبالخصوص لجامعة ديالنا وسيد الرئيس وخب نسبة لكم شكو تشكل هات الملعب هات الملعب وكيشكلنا واحد المتنفس كبير اللي نجي ونقومه بفتدار ديالنا اليومية وكيكون قريب للجامعة من خلال الدراسة ديالنا يعني أنا وبما أن هذا الملعب قريب لكم كتشوشموا أنكم تطوروا من الإمكانيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة